بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ مع بعض نستكمل الأمثلة اللي بدأنا فيها الفيديو اللي فات على ال-I وال-S النهاردة نكمل أدي مثال أربعة ناخدنا ثلاث أمثلة بيقول لي أودع شخص مبلغ خمس تلاف رئيس في أحد البنوك فإذا كانت الجملة المراضي مديني ال-S يعني مش كل المبالغ بقى هقولك حتلي ال-I وال-S لأ المراضي اختلفت شوية المسألة فإذا كان البنك يحسب فايدة بمعدل 12% احسب المدة يبقى المجهول عندي دلوقتي هو ال-N طب إحنا شغلين رياضة يعني ده جبر عادي خالص يعني إحنا ممكن نتعامل مع المسألة جبريا نترجم المسألة أديل-A إلى المبلغ أديل-I طبعا 12 على 100 هتدينا الشكل ده بالقالة الحزبة ثم الدني هو الجملة وطالب ال-N أو مرة يطلب من ال-N يبقى هنا ألجأ إلى قانون الجملة لأن الجملة معلومة عندي وليست مجهولة ففي الرياضة بيقولك حط المعلوم الأول الجملة بتسوي إيه؟ بتسوي المبلغ زائد الفايدة طيب يعني الفايدة أقدر أطلعها زي ما أنا مش أقدر أقول بقى الفايدة دلوقتي القانون بتاع الفايدة بيسوي إيه؟ ف-I ف-N عندي ال-N مجهولة وال-I مجهولة يبقى ما ينفعش يكون عندي مجهولين في المعدة ما ينفعش فلجأت إلى قانون ال-S اللي برضو فيه I عندي ال-S معلومة وال-A معلومة يبقى أقدر أجيب ال-I بالطرح إزاي بقى يبقى ال-S يبقى ال-I بتسوي ال-A تطلع بره بعكس الإشارة تبقى S ناقص A يبقى ال-S ليه 5500 ناقص 5000 بتسوي 500 وانت طبعا لما أنا أديك المبلغ ب5000 وأقول لك جملته 5500 شيء طبيعي إن هو زاد 500 يبقى الفايدة بتاعت الـ 500 غير القوانين خالص يعني بدون علم أساسا يعني علم الرياضة المالية تقدر تجيبها بمجرد النظر طيب أنا أحسب ال-N إزاي؟ دلوقتي أنا جبت ال-I لو جيت عوضت في القانون اللي أنا كتبه بالأحمر ده حضر لك دلوقتي إيه اللي جهة؟ ال-I موجودة وال-I موجودة وال-I الزغيرة موجودة وال-N مش موجودة عكس الضربة عندنا في الرياضة هي القسمة هيبقى ال-N تساوي اللي برة المثلث اللي كنت عملته لكو في أول فيديو ترجع للهارة من اللي كنت عملته في أول فيديو هتساوي I الكبيرة على A في I تقسم بقى الخمسمية اللي هي I الكبيرة على الخمس تلاف في اتناشر تدينا علامة تمانية تلاتة تلاتة سنة واحد يقول لي يعني إيه؟ يعني تلاتة وتمانين وتلاتة من عشرة في المية من السنة من اللي اتنشر شه يعني لو عايز تعرفها بالزبط اضرب دي في اتناشر شهر وانت تعرف هي كم شهر بالزبط بس ملهاش لازمة انا عايز اعرف ال-N بقى دي المدة المدة دي بالسنوات خلي بالك فانا بقول ايه؟ يعني اكدناها تلاتة وتمانين وتلاتة من عشرة في المية من السنة تمام؟ طيب ناخد مثال كمان اه دلوقتي المثال ده مش هيقول لي يحسب الفايدة والجملة والكلام ده لا هنا بيعلمني ازاي عد المدة لان دي حاجة مهمة جدا طيب لو احنا اتفقنا في الفيديو اللي فات لو اتفق يوم السحب ويوم اه يوم الاداع ويوم السحب هنعد بالشهور طيب لو هنعد بالايام شوف المسألة الجميلة دي المسألة الخمسة بيقول لي ايه؟ اذا كان تاريخ الاداع سبعتاشر اثنين دين ده اللي هو مين يا جماعة اللي هو فبرايل اللي في مشاكل ده ابو تمانية وعشرين وتسعة وعشرين وتم السحب بعد انقضاء مية خمسة وعشرين يوم فما هو تاريخ السحب؟ مسألة زي الفزورة كده طيب انا الوقتي ايه تاريخ الإداع كان يوم سبعتاشر أتنين يعني 78 فبراير فهنحسب منos 17 اتنين مية خمسة وعشرين يوم طيب نحسله من ازاي؟ مية خمسة وعشرين يوم ‫يعني الشهر فيه تلتين يوم يعني الشهرين فيه ستين يوم يعني اللي 4 شهور تقريبا 100 يوم فاحنا هنمشيها كده بالإيه؟ بالتقريب هنكتب الشهور في جدوى الظريف زي اللي أنا عملهولا جدا قدي فبراير مارس إبريل مايو تعال نكتب الإداءة تم يوم كام يوم سبعتاشر طيب سبعتاشر ده كان الفين وتسعة الفين وتسعة دي سنة إيه سنة بسيطة سنة بسيطة يعني إيه يعني فبراير فيها تمانية وعشرين يوم طب أنا خطيت الفلوس يوم سبعتاشر أروح طارح التمانية وعشرين يوم من السبعتاشر يعني فلوسي قعدت في البنك قدي إيه في شهر فبراير قعدت من يوم سبعتاشر إلى يوم تمانية وعشرين دول كام يوم يا جماعة دول حداشر يوم يبقى عشان كده أنا كتبت هنا حداشر حداشر دول جوم منين باقي شهر فبراير يبقى لازم أبقى حفظ شهر فبراير تمانية وعشرين ولا تسعة وعشرين حسب السنة اللي أنا من دهانك طيب وقعدت مارس كله وإبريل كله ومايو كله كويس كده لو جمعت دول حضرتك هلاقيهم كام مية وثلاثة يوم يعني أنا لسه ما وصلت إحنا عايزين مية خمسة وعشرين يوم أروح قيل إيه طب أنا عايز مية خمسة وعشرين يوم بيبقى مية خمسة وعشرين نقص مية وثلاثة فضل لي لسه 22 يوم في الشهر اللي بعده بقى يبقى أكتب كمان يونيو يبقى أنا وصلت لغاية مايو جمعت عشان نشوف وصله لغاية فين لقت ومسه مية وثلاثة يوم بس لأ ده أنا عايز أوصل المية وثلاثة دول مية خمسة وعشرين يوم روح تطرح المية خمسة وعشرين يوم من المية وثلاثة لقيت فضل 22 يوم 22 يوم ده راخدهم من الشهر اللي بعد مايو اللي هو شهر مين شهر يونيو أو ستة يبقى 22 ستة 2019 هو ده تاريخ السحب يبقى هنا أكيني بعد على إيدي كده بعد على إيدي والمساء اللي هتقابلنا كتير عشان نعرف إزاي نعد المدة بالأيام طب ناخد المساء كمان عشان المساء اللي فات ده يعني إيه الناس بتستبوخه عشان هو فيه عد بالأيام بقول لي في يوم 25 سبعة 2009 سحب شخص مبلغ من الماء قد أوضعه في أحد البنوك فإذا علانت أن البنك يحسب فوائد على أساس مدة استثمار 127 يوم برضو يحسب تاريخ الإداع طب أنا الفلوس المسألة ده عكسية ده مديني تاريخ السحب يعني أنا رحت البنك سحبت فلوسي إمتى وعايز نرجع لورا جيب الإداع كان إمتى مسألة اسمها بالعكس يعني أنا عايز أرجع من 25 سبعة ده أرجع للخلف 127 يوم للخلف مش للقداب لأنا عايز الراجل ده راح البنك حط فلوسه إمتى هو سحبها يوم 25 سبعة سبعة ده اسمه إيه يا جماعة اسمه شهر يوليو لازم تحفظ الأسماء يبقى نحسب 127 من تاريخ السحب حتى ناصر إلى يوم الإداع بطريقة عكسية يعني تقريبا 127 بالتقريب دي أربع شهور وشوية يعني هنشوف كده يبقى نرجع بالعكس بقى يا شباب سبعة ستة خمسة أربع برجع لورا أنا برجع تنازلي دلوقتي يبقى شهر سبعة طيب يوم السحب يبقى كما هو يوم ماشي يوم السحب في أي مسألة يودع كما هو يعني تحط في المسألة كما هو هو سحب يوم 25 بحط هنا 25 و30 يونيو كلهم كل 30 يوم بتوع يونيو كل 31 بتوع مايو كل 30 بتوع يبريل أجمع كده لقيت نفسي عند كام وصلت هنا عند 116 يبقى أطرح المائة 27 يوم اللي هي مدة الاستثمار كلها من المائة وستاشر هيديني 11 يوم الحداشر يوم هناخدهم من الشهر اللي قبل أربع اللي هو شهر ثلاثة بس هناخدهم من الآخر يعني هطرح 31 من الآخر أنا شهر مارس دي 31 يوم فأنا بعد بالعكس فبعد 31 39 29 28 بعد بالعكس يبقى نخصم 11 يوم من مارس من الآخر إلى الأول يعني همشي عكسي فلاقيته 20 يبقى إذن تاريخ الإيداء هو كان 20 مارس يبقى الرجل ده من 23 إلى 25 سبعة لو حرك عدتها بطريقة طبيعية من شهر ثلاثة إلى شهر سبعة هتلاقيهم 127 يوم وبكده عرفنا النهاردة نوع جديد من المسائل اللي هو إزاي نعد المدة يبقى أنا كل مرة بس إيه بحاول في كل فيديو أوريلك التطبيق المباشر للقانون يمشي إزاي خذ راحتك وذاكر وطبق وإن شاء الله نلتقي الفيديو القادم على خير إن شاء الله سلام عليكم